ما هي أجهزة البيجر وكيف يمكن استخدامها وهل يمكن اختراقها ولماذا وكيف انفجر المئات منها دفعة واحدة أسئلة كثيرة رافقت واحدة من أغرب وأعنف الهجمات السبرانية التي يصنفها خبراء عسكريون بأنها من أخطر الحروب الحديثة لأنها تحمل عنصر المفاجأة وتكون أضرارها سريعة وواسعة النطاق أجهزة البيجر تعد من أقدم وسائل الاتصالات المحمولة شع استخدامها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل أن تخزو الهواتف المحمولة أرجاء العالم بسرعة لكن البيجر على الرغم من ذلك ظل مستخدما ولا يزال في العديد من المجالات الحيوية مثل الرعاية الصحية والطوارئ وبعض الأجهزة الأمنية والعسكرية والجماعات المسلحة كحزب الله بفضل موثوقيته وسريته لعدم ارتباطه بشبكة الانترنت فضلا عن بسطته في نقل الرسائل النصية القصيرة والتنبيهات تعتمد أجهزة البيجر على تقنية الاتصالات اللاسلكية الراديوية إشارات تقوم بنقل الرسائل عبر ترددات راديوية خاصة من خلال شبكة من الأبراج أو محطات الإرسال إلى جهاز البيجر الخاص بالمستخدم ضمن شفرة محددة في نطاق محدود وبترددات خاصة ولكن ومع وسائل الحماية العالية التي تحميلها لماذا انفجرت أجهزة البيجر في مناطق واسعة من لبنان وسوريا الثلاثة وبالتحديد الأجهزة التي يمتلكها عناصر حزب الله اللبنانية تقول مصادر مطالعة إن حزب الله استورد خلال الأشهر القليل الماضية نسخا حديثا من أجهزة البيجر تحميل اسم راديو بيجر اي ار ناين تويني فور وهذا النوع بالتحديد هو الذي انفجر حيث يتميز بكونه جهازا متينا وموثوقا صمم خصيصا للعمل في البيئات الصعبة راكت وتعني الوعرة أو القاسية وبتصميم مضاد للصدمات والغبار والماء فضلا عن كونه يتمتع ببطارية قابلة لإعادة الشحن توفر خمسة وثلاثين أو توفر خمسة وثمانين يوما من التشغيل المتواصل ويمكن شحنها في ساعتين ونصف قط يقول خبراء ان اجهزة البيجر لا يمكن اختراقها الا في حالات محددة اذا كانت ترددات الرسائل المرسلة ضمن نطاق واسع من الدولة بحيث يمكن اعتراضها بموجات راديوية مضادة وهي رواية رجحها بعض الخبراء الوصول الى عدد كبير من اجهزة بيجر ضمن الترددات الخاصة حصرا بحزب الله اللبنانية وبالتالي تم بالفعل اختراق هذه الاجهزة والعبث بمحتوياتها قبل انفجارها وهنا يأتي السؤال الاكبر لماذا وكيف انفجرت اجهزة البيجر العديد من السيناريوهات تم تدولها بشكل واسع في لبنان وخارجها بعضها يرجح ان تكون الانفجارات ناجمة عن وصول الجهة المخترقة الى النظام الكهربائي الداخلي للجهاز واحداث تلف في بطاريته الكبيرة لما تسبب بارتفاع درجة حرارته سريعا وانفجاره وسائل اعلام لبنانية نقلت عن مصدر مسئول قوله ان ارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم الخاصة باجهزة بيجر قد يكون ناجما عن تشغيل فيروس وعبارة عن كود برمجي لزيادة الاشعارة الواردة لها مما ادى الى استهلاك مفرط ومفاجئ لتلك البطاريات الرفعة من حرارتها وادى لانفجارها السيناريو الاخر الذي تم تداوله يقول ان الشحنة الاخيرة التي استوردها حزب الله اللبنانية قد تكون مفخخة بالكامل وهو سيناريو يحتاج الى الكثير من الادلة والتحقيق وسيضع اطرافا عدة في مرمى الاتهام بدءا من الشركة المصنعة والجهة الناقلة وصولا الى الجهة المنفذة لعمليات التفجير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة